طيب حاجة تانية الاهلي عنده مباراة مهمة جدا مع شباب بلوزداد في الجزائر واحنا مبارح استعرضنا موقف شباب بلوزداد في الدور الجزائري واكتشفنا ان الدور الجزائري مستمر اثناء منافسات كأس الامم وشباب بلوزداد هيلعب او لعب سبع مباراة قبل ما يلعب مع الاهلي يوم الجمعة اللي بعد الجاية في الظل ان الدور المصر المتوقف الاهلي بيحاول طبعا يعني يعود ده بمباراة ودية لعب مباراتين في الامارات لعب مباراة اول امبارح هيلعب مباراتين يوم السبت عشان كلر بيحاول قدر ان كان يدي للعيبة يعني ايه نفس فكرة المباريات قبل ما يخش على مطش صعب جدا يعني لازم الاهلي يرجع بنتيجة ايجابية من الجزائر عشان كده محتاج اتكلم واخد رأيه في هذه التفاصيل الفنية وكيف يستعد الاهلي لمبارات شباب بلوزداد معي على التليفون الكابتن عادل عبدالرحمن نجم منتخبنا الوطني في جيل كأس العالم اللي تأهل في تسعين في ايطاليا وكابتن النادي الاهلي كابتن عادل مسائل فل مزاك حماد اه مسائل نوري حبيبي الله يسلمك اهبرك يا رب تكون بخير الحمد لله حمد لله حبيبي عايز اتكلم معاك في كذا ملف ولكن عايز ابدأ معاك الاول بمبارات شباب بلوزداد والاهلي عايزين كده نسخم بدري بدري وندخل الناس كده في اجواء دوري ابطال افريقيا ومجموعة النادي الاهلي المجموعة الرابعة اتكلمت على مطش بلوزداد مطش صعب الاهلي خمس نقاط بلوزداد اربع نقاط مباراة مؤجلة بلوزداد بيلعب في الدوري ولعب حوالي سبع مباريات من منتصف يناير لغاية مطش الجمعة اللي بعد اللي جاية فشايف كده المباراة تبقى ازاي متوقف الدوري وعودة الدوليين النهاردة الاول مرة مع النادي الاهلي اولا لازم نعرف انه المطش صعب جدا لترتيبة المباريات اللي اخذها المنتخبات القومية ومنهم المجموعة لعيب النادي الاهلي اللي هم خارج مع المنتخب بلدهم يعني عندك بيرستاو دي ساب موجود عندك ديانجي كان موجود عندك اه اكتر من اللعيب غير لعيبة المنتخب القومي المصري اوكي? تمام. فانت عندك مشكلة كبيرة انك انت كنت بعيد عن فرقتك فترة طويل. ده واحد. المشكلة التانية ان فرقة برستاد ما فهاش لعيبة من المنتخب الجزاهري. مزبوط. يمكن هما وحتى اللعيبة المختلفين اللي عندهم مش بيلعبوا في المنتخبات. يعني هما عندهم استقرار وبيلعبوا كتير. ولعبوا مطشط في الدولة. فهم عندهم جاهزية. ولكن انت كنادي اهلي واخد على المواضيع دي. مثل بكل يجب ان هو هيشتغل عليها ان هو يدمج اللعيبة اللي هي كانت مع المنتخبات ازاي ينزل الحملة عليهم شوية. ازاي ان هو يدخلهم في جاهزية مع اللعيبة اللي هو اصلا مفيش مباريات فعمل لهم مباريات دي عشان يطلعهم للنحة البدنية شوية. عشان كده بقول لك. في صعوبة في دخول المباراة القادمة يعني. مباراة قادمة صعبة جدا على المدارة. ولكن احنا بنأمل دائما انه قدرنا هو هو قدرنا ان الاهلي بيبع عنده المشاكل دي كتير قوة علشان اللعيبة هم لعبته لعبة منتخابات كلها. ولكن نأمل في حاجة واحدة. ان احنا ما نستعجلش النتيجة. ده رقم واحد. ان احنا نرجع بسرعة لالتكاوف على المباريات. ودي مستقرر اكيد عملها بالمباراة الوثية بتاعة الابراض. ولكن الدمج بقى لما يرجع ويشوف. هيبقى عندي فرس نقص برسة والمبترض ان هو هيجي لك بعد. اه اه انا اتمنى انه يوصلوا للنهاية وكل حاجة لكن هيجي لك قبل المباراة مباشرة اصلا. مصبور. اه ممكن كمان هيجي. ما تعلمش هيجي. عامل هيجي. مصواب لقدر الله. يجي دعبان يجي مجهد. اكيد في حاجات كتير اولا. لكن ما نأمل ان احنا نعدي الموقف ده لانه موقف صعب جدا فنيا على اي مدرب وعلى اي طيب. طيب جانب تاني يا كابتن عادل ان بعد مباراة بلوزاد في الجزائر بعدها باسبوع الاهل عنده مباراة في غانا في مدينة كماسي مع مدياما الغاني. يعني مباراتين متتاليتين خارج القاهرة في جولات حسيمة في دور ابطال افريقيا. يعني اعتقد وترتيب المجموعة يخليك تركز جدا في المية وتمانين دقيقة. تسعين دقيقة في الجزائر وتسعين دقيقة في غانا. وشوف انا اتمنى ان انا ارجع يعني انا عمري ما بحب النادي الاهلي انه يتعادل ولا اي حاجة لك. خلينا نتكلم بالمنطقية. اتمنى ان انا هرجع على الاقل باربعة بنت من المباراتين. اللي لو رجعت باربعة بنت يبقى عديد خفوة في الاهل. صحيح. يعني فيها تعادل. ولو لقد الله ما كبتش الاربعة بنت تجيب بنتين يعني ما تخضرش لقيتك. تعطل ونتكلم ما بعد المبارات القادمة ان شاء الله احنا عندنا مشكلة بان ثلاثة ديون في دوري عبطال افرقيا. رغم ان انت بتوصل للنهيات وبتاخد البطول. عندك مشكلة كبيرة جدا. كنادي اهلي. انت دائما بتلعب مضروض. دائما في الدول الاولاني. وفي الوقت ده من السنة. اش كان عندك كاس عالم هندية. بيبع عندك بطولة تخرج من كاس عالم هندية تروح على عندك بطولة اه افرقيا. وعندك انت نادي مليان من اللعيبة في اسكان الانتخب مصري او اسكان لعيبة اخرى بتلع في الانتخبات. فعندك الحتة دي فيها صعوبة شوية. فعلشان كده احنا بيبقى عندنا صعوبة في السعود. عارف انت لو فيه ارتياحية وراحة والحاجات دي. مصبور. صحيح. يصعد بدري جدا في دور المجموعات. سهولة جدا ويبقى مريح نفسه. لكن هي ضغط العصر على النادي الال. واللي بيحصل مع النادي الالف البطوليد. هو اللي بيخلينا ان احنا بنبدأ البداية دي. لكن زي ما انت قلت محمد ودي حاجة مهمة جدا. تركيز تام في المبارايتين. المبارايتين حاسمة اللي انا. اكيد. يعني اللعيبة لازم تعرف ان هي لازم تموت نفسها في المبارايتين دي. وتبقى عارفة هي عايزة ايه من مطشين. انا بقولك انا اتمنى انا اتمنى. طبعا ناخد الستة بون. لكن لو ما اخدتش بالستة بون تاخد اربعة بون. بالزبط. لو ما كسبتش ما اخسرش. ايوة ما هو الوقت ده لو ما كسبتش ما تخسرش. ليه? عشان ما تعليش الفرعة الاخرى. بالزبط. بالزبط كده. نتمنى يا رب التوفيق. ولكن في الاخر المهمة هي كرة قدم. انت اسمك كبير. بس في نقطة. انا عارف مثل الكولر هيشتغل عليها الايام الجاية. وانا بتمنى ان هو يشتغل عليها مش تغلش عجزة. ان هو خليك واقعي في المباريات. بمعنى مش عايز ان انا انزل ضغط مية في المية. فاهم? اه. خلي المباراة اشتغل. يا حتى ما ارجع لعدك. ارجع للاستكيف بتاع لأتي. ارجع لعدم الاجهات بتاع اللعيبة بتوعي. اه. تمام. فانا هتمنى انه يبدأ متزني. يعني. في توازن دفاعي مع مع الحتة الهجومية. لو عملنا التوازن ده. فقداني محدش بدأ لي اقصدنا ان شاء الله. اكيد بيزد الله. طيب. عايز اخد برضو رأيك ويعني ما ينفعش يكون معيك كابتن عادل. وعايز اعرف رأيك في الترتيب الاوراق في المنظومة بشكل عام من خلال التعينات اللي بتتم في المنتخبات الوطنية في التحاد الكورة. فكرة مدرب اجنبي ثم مدرب وطني. يعني بشكل عام كده. شايف التفكير والقرار يا كابتن عادل. هل ممكن ياخد المنتخب لسكة ايجابية? ولا احنا بنكمل نفس الخطأ اللي كنا مستمرين فيه الفترة اللي فاتت. بس انا انا برأيي انك انت عندك مرحلة انتقالية الفترة دي بتاعة كاس العالم. مرحلة انتقالية. اه لا بتاعة كاس العالم. كاس العالم الحمد الله ربنا اكرمنا بمجنوعة سهل الفترة. اكيد. غير حاجة ثانية انتواخد مباريتين من كاس من المباريتين الاولى بتوعك عمل اه مكسف في الاثنين. يعني عندك يغاية كاس العالم عندك حاجة صحيصة. ما بعد بقى كاس العالم. عايز ايه كاس العالم. عايز تعمل ايه? عايز تقدر منظورتك ازاي? احنا المفترض ان احنا عشان نحتم يكون عندنا منتخب قوي يبقى عندك حاتين مهمين. لدوري قوي يفرز لك منتخب قوي. لاحتراف حقيقي يفرز لك لعيبة محترفين كويسين. زائد جهاز فني بيعرف يشتغل مع المنتخبات. زي فيتوريا. انا فيتوريا طول الوقت. انا كنت بقول علي مدرب نادي ولا يدرب منتخب. وانت اكتر واحد تعرف فيتوريا لما كنت موجود معا في الدور السعودي. ايه انا انا قلت انا اول ما جيه. قلت ده مدرب نادي ولا يسا منتخب. مم. لان مدرب المنتخب حاجة والندي حنيتاني. الوقت الحالي الاختيار اللي حصل. انا من وجهة نظري. يعني من وجهة نظري. اما بعد الاختيار هو فكرة. اتعمل الفكرة. هل الفكرة دي هتنجح? عشان تنجح الفكرة دي لازم يبقى فيه استمرارية لها تحت. اتمنى اتمنى انه يهتموا بالمنتخبات الناشئين كلها والشباب لانك بقى لك فترة فعلا. اه افريقيا وعالميا في القطاعات اللي تحت. في تراجع. ما بتعملش حاجة. وفي تراجع كبير كده. عشان كده انت لازم يعني انت لو عملت مدربين من تحت كويسين. وفيه مدربين كويسين كده بس للأسف وانت ما بيستخدوش. ده بيستخد اللي عندهم علاقات واللي واللي متواجدين بقى بقى علاقات. انا ما كلمك بمثال امانة. مزبوط مفي تدخلات ده ايه واضح. واضح للجميع. انت لما بتعمل زي ما بتعمل لعيب انت كمان بتعمل جوادر تدريبية. مه. انت عندك مشكلة. قعدنا ندور على مدرب وطني. في الوقت الحال اللي انك عامل مدربين وطني. مه. لان المنظومة في المدربين في مصر كله بيروح يعني انت بتشوف. آآ عدم المنطقية في الاندية. بمعنى تلاقي نادي. مثلا المدرب ده ناسل النادي ده اربع مرات خمس مرات. وطني بيشتغل. وطني بيشتغل. عشان كده لما جيت تدور على مدربين كويسين اكفاء. ما لقيتش. ما لقيتش. مليش اتلاقي لان كده مش عامل صف تام المدربين. كابتن عادل. بص على انا اعديك مثال وده مثال مهم جدا. بص على المغرب نجحت ازاي في خلق كوادر تدريبية في تلات اربع سنين اللي فاتوا. حسين عموتة اللي خد مع الوداية الدورة يا ابطال الافريقية حالان بيقود المغرب. واكتر مدربين في المنطقة شمال افريقيا وفي القرى الافريقية عندهم اللايسسين البرو المحترفين. هم المدربين المغربة. لان الاتحاد المغربي عملهم اكتر من كورس واكتر من دراسات في الفترة الاخيرة. فهي منظومة مكتملة وصلت للنجاح ده. لم يبقى عندك اختيار لمدرب. عندك كذا اسم. هي فيها منظومة. المنظومة كانت جميلة اقاوي في حاجة واحدة. حاجة مهمة جدا. انه حطوا المغرب قبل مصالحهم. صح. حطوا المغرب قبل مصالحهم. صح. يعني انا عايز اسألك سؤال. كان عموتة اه وارد العقاري اه. ده لو اشتغل من خير ادوات عنده. مش هينجح. لكن ادواته كلها موجودة. وفيها نجاح ومنظومة فيها نجاح وفيها استنوعية. وفيها حاجات كبيرة. فاحنا لازم نبقى وقعيين. انت عاوز تعادل العدل للمنظومة كاملة. انت عارف لما كانوا بيعودوا يقولوا لي صلاح. واحنا اه. صلاح لازم يلعب. وبعدين صلاح اتعور. احنا بعيدنا عشان صلاح اتقلت لهم من موضوع مش موضوع. مش عايزين صلاح ولا بقول الكلمة دي دايما. ام. انت عايزين الاصلاح وليس صلاح. وليس صلاح. حلوة. اسلحه. اسلحه المنظومة. اه. قبل ما تتكلموا على صلاح من السوبرمان. مش مفيش واحد بلعبة جماعية فيها صحيح انا مش بنلعب تنس. اه يعني انا لو هو لوحده ماشي صلاح بقى يتصرف لوحده. لكن انا بكلمك ازاي احنا كدولة كبيرة. احنا لعبنا منتخب اللي هو الرسل رسل رسل. تعدادهم ما يكيش قد المانيا. مظبور. والمحترفين بيلعبوا في الدرجة التانية والتالتة في اسبانيا وفي فرنسا. وبيلعبوا في الدرجة التانية وده بس الناس دي بتحب بلدها. يعني انا هسألك سؤالي يعني. انا دلوقتي كابو حسام حسن. ام. واي فهمة مع حسام حسن حيني. انا انا ساند حسام حسن. خلاص مش حسام حسن مدرب منتخب مصر? ام. صح? مش صح? صح? انا ساند حسام حسن تتجابية. ازاي? اني لازم يبقى فيه منظومة وعدات جيد. واحنا هنعمل ايه? والدوري هيشتغل ازاي? وهيبقى طولي قوي. هنعملو ازاي? ولما يرجع الدوري لازم يبقى فيه بعض من الجمهور علشان اللعيبة لما تيجي تلعب المباريات التولية بتاعتها بيبقى عندها مشكلة في حتة الملعبوش تحت ضغط الجمهور مبيش اللعيبة الاهلي ومسلا اللعيبة الزمالك لما بيلعبوه في الطولة افريقيا حاجة بسيطة واللعيبة المحترفين والخارجيين. بعدين لازم نباح رح شوية نفتح الاحتراف. اتمنى. تمام. اني لازم نحتفق اه يعني من من وقفش حتة الاحتراف شوية. نخرج اللعيبة برا. نشتغلوا برا. كابتن عادل انا بشكرك بجد على هذه المداخلة وكل التوفيليك دايما يا رب. شكرا جزيلا كابتن عادل عبد الرحمة.